اشتركوا في القناة من ضمن التوقعات اليومية عشان نسترسل فيها اكثر ونشرح عنها اكثر منها لزيادة العلم وبرضو للشرح الاوفى على اساس ان الواحد يكون عنده يعني معلومات اوفى عن كل التحركات الفلكية طبعا راح نحكي اليوم عن انتقال المريخ المريخ اللي له اشهر موجود في الحمل يعني اثر بشكل سلبي على جميع الابراج كان ضاغط اثر على موليد الحمل بشكل كبير علما انه هو كوكوه ولكن وجوده انه شكل زوايا تربيع زوايا اللي كانت مع بلوتو تحديدا مع زحل مع المشتري اثرت بشكل كبير على الجميع عملت احداث سياسية حرائق وانفجارات واشياء لها علاقة بالغابات وكثير من الاحداث اللي مرت خلال الفترة الماضي وشفتوها انتو كان لها تأثير من المريخ المريخ الان بده ينتقل للثور طبعا انتقاله راح يصير مساء يوم الاربعة اي قرابة منتصف ليل الاربعة على الخميس ستة واحد اي في تمام ساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة منتصف يعني مساء بتوقيت جرينتش يعني منتصف الليل تقريبا بينتقل طبعا كوكب المريخ من الحمل لبرج الثور ورح يمكث فيه حتى صباح يوم اربعة ثلاثة اي تمام الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا طبعا المريخ عادة لما بنتقل من اي برج لاي برج هاي قاعدة يعني معروفة انه انتقاله دائما بيحمل معاه غالبا شحنة من اعمال العنف والمواجهات والمشاحنات وخاصة في الاماكن اللي بتكون محتدمة وابتقع حوادث عنيفة اللي هصلها بالجريمة او النيران او المعادن يعني ممكن جريمة قتل اغتيال اشياء من هذا النوع بالنيران حرائق غابات او حرائق بالمنازل او اشيء له علاقة بالمطابخ بالصوبات بالاشياء بالتدفئة يعني او حتى اللي بيشتغلوا في الامور اللي لها علاقة بالنيران بتأثروا واللي بيشتغلوا في المصانع المصانع اللي لها علاقة بالتعديل من ناحية ايجابية طبعا بيستفيد موليد برج التور من النشاط والطاقة والجراءة وبتتعزز الرغب الجنسية عندهم بشكل كبير ولكن ممكن انهم يندفعوا في تصرفاتهم احيانا وهي بتأثيرات ايجابية ولها تأثيرات سلبية طبعا الايجابي والسلبي بيجي على جميع الابراج كل واحد على حسب بيته او على حسب منزلته او تأثيرات المريخ على حسب وجوده ساعة ولادته او طالعه فاحنا رح نذكرها طبعا بالنسبة للمريخ لما بنتخل الثور ما رح يكون زي ما نحكي انه امن او يعطينا الامان او انه بكون ايجابي لانه في فترات رح يمر متفرقة فيها سلبية ورح يكون فيها احداث فعشان هيك لازم انه التواريخ هاي تحفظوها لانه لها علاقة بكل ما ذكرنا من مخاطر وخصوصا تاريخ 13 واحد لانه المريخ رح يصير زاوية تربيع بينه وبين زحل 20 واحد المريخ رح يشكل زاوية اقتران ما بينه وبين اورانوس 23 واحد المريخ مع المشتري زاوية تربيع 19 اثنين المشتري مع الزهرة طبعا هنا لما نيجي نحكي احنا المريخ مع زحل معناته فيه احداث عنيفة وقرارات وحدية بالطباع وممكن يصير فيه صدامات واعمال لها علاقة بالعنف لما نحكي المريخ مع اورانوس بالاقتران يعني فيه اشي مفاجئ رح يصير يصدم العالم او يصدم بلد كاملة لاشياء رح تصير بشكل مفاجئ وبرضو رح تكون فيها طوع من انواع العنف فرح تشكل صدمة اللي هي 20 واحد ممكن قبلها بيوم او بعدها بيوم لانه تأثيرات الزوايا هاي دائما بتصير قبل بيومين او ثلاثة وبعد بيومين او ثلاثة ولكن اوجها بكون 20 واحد اليوم 23 واحد مرضو رح يكون المريخ مع المشتري وبما ان المشتري له علاقة بالمال وهو موجود بالثور وهو يعني كقوة له فمعناته فيه اشي على المستوى الاقتصادي رح يصير او قرارات اقتصادية او صدمة اقتصادية يوم 19 اثنين المريخ مع الزهرة وهي رح يعانوا منها العشاق او الحبيبة او اصحاب العلاقة العاطفية وخصوصا اللي بتكون متأرجحة فممكن تثور عصبيتهم او يصير في مشاكل ما بينهم او تحتد الامور ما بينهم وممكن يصلوا لمرحلة الانفصال دون رجعة فعشان هيك التواريخ والاحداث هاي بتكن تنتبهولها بالفترة الجاية وكل واحد على حسب برجه وعلى حسب بيته طبعا المريخ اجمالا لما بكون موجود بالثور بعطيه تأثيرات زي ما حكينا للي برجه واللي طالعه فلما نحكي عن الحمل مثلا اللي برجهم الحمل واللي طالعهم الحمل بدهم ينتبهوا من امور الها علاقة بالمال لانه هذا بيت المال لا لهم بيستفيدوا ماليا تجيهم فرص الها علاقة بالمال مكاسب مالية او ممكن يستردوا اموال ولكن اللي بصير انه بتتصاعد عندهم النفقات يعني بصيروا بدهم يصرفوا ممكن بذخ او نوع من انواع المصاريف فقط لانه بدهم يصرفوا وفيه نوع من انواع الضغوط اما بالنسبة للموليد اللي برجهم الثور وطالعهم الثور بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل مع الغير لانه بصير عندهم استعداد للتصرفات متسرعة وفوضوية وقرارات بتكون بدون تفكير يعني فجأة بطلع بقرار فممكن يخربوا علاقة او ينهوا علاقة او يصير صدامات ما بينهم وبين بعض الاشخاص فبدهم يحذروا من التقلبات السريعة في المزاج والعصبية اما بالنسبة للجوزاء بدهم يحذروا من تآمر من وراء الكواليس يعني اشخاص بتتآمر عليهم مشاكل بتكون تحاكي لهم مناطق محتدمة بدخلوا عليها ممكن يتعرضوا لغدر بدهم يكونوا حذرين ما يدخلوا على اماكن مجهولة وبدهم يحتاطوا من الناس اللي بتعاملوا معاهم لانه شوي رح يكون فيه نوع من انواع الضغط او النميمة او مؤامرة تحاكي على موليده او اللي طالعهم الجوزاء اما بالنسبة للسرطان بدهم يمتنعوا عن مواجهة او فرض السيطرة على صديق لانه هاي الفترة بصير فيه نوع من انواع سوء التفاهم او بتعروا بعض الاصدقاء لالهم فممكن يصير بعض المشاكل ما بينهم وبين الاصدقاء ويخسروا اصدقاء او تنتهي علاقة ما بينهم وبين الاصدقاء اما بالنسبة لبرج الاسد بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين وخاصة في مجال العمل لانه هاي شوي بتأثر عليهم تعمل مشاكل وبرضو هذا بيت السم على الهم عشان هيك ما يخالف القوانين ما يدخلوا بمواجهات مع رجال الامن او ما يحاولوا انهم يخالف القانون باي صورة بدهم يحافظوا على سمعتهم ويكونوا حاذرين بتشويه سمعتهم او من اي عمل ممكن يشوه سمعتهم اما بالنسبة للعذراء بدهم يحذروا في السفر البعيد اذا عندهم سفر بعيد او عندهم دراسة او عندهم امتحانات او اشياء ممكن توصلهم للقضايا القضائية بدهم ينتبهوا منها بشكل كبير لانه ممكن تكون ضدهم مش لصالحهم السفر ممكن نسيان او تسرع او يروحوا عمطار بدهم يسافروا ولكن انه مثلا يتتأجل الطيارة ينسوا اغراضهم اوراقهم بدهم ينتبهوا من هاي النقط واثناء قيادة السيارة على الشوارع المفتوحة بدهم يحذروا برضو اما بالنسبة لموليد الميزان واللي طالعهم الميزان بدهم يحذروا في اي شراكة مالية يعني الشراكات المالية اي شيء انه علاقة بمال مشترك بدهم يديروا بالهم حتى الامور اللي الها علاقة بالبنوك او الها علاقة بالمصارف او الضريبة او التأمين بدهم يحذروا من نقص الاوراق او نقص توقيع او عدم التدقيق فيها فممكن هاي تسبب لهم بعض الخلافات او بعض المشاكل اه برضو بدهم يديروا بالهم من النصابين او المحتالين وما يكفلوا حد طالما انه المريخ موجود بالثور اما بالنسبة لبرج العقرب واللي طالعهم العقرب هدولا في الشراكة العاطفية والمالية فعشان هيك الازواج او المتزوجين من متزوجون من برج العقرب بدهم يديروا بالهم اثناء تعاملهم مع الازواج تحديدا ممكن خلافات او صدامات او نقاشات حدي وبرضو بدهم ينتبهوا من الطاقة الضعيفة اللي بتكون مسيطرة عليهم اما بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم القوس بدهم ينتبهوا في العمل لاسيما في العلاقة مع الزملاء وبدهم يمتنعوا عن رفع حاجيات ثقيلة عن الارض لانه الظهر نقطة ضعف لالهم واصابات الظهر تحديدا فبدهم ينتبهوا ما يرفعوا حاجيات يحاولوا ياخذوا حذرهم راحتهم في بعض الامور وان شعروا بشيء غير اعتيادي يراجعوا الطبيب بالنسبة لعلاقاتهم مع زملائهم ممكن بعض المشاكل تصير في مكان العمل اما بالنسبة للجدي بدهم يضبطوا اعصابهم اثناء التعامل مع احبائهم يعني بمعنى اخر اللي عندهم علاقات عاطفية ضعيفة سهل جدا مهمين هو العلاقة العاطفية او صير مشاكل ما بينهم وبين احبائهم وممكن حتى ما بينهم وبين احد الابناء فبدهم يديروا بالهم من هاي النقطة موليد برج الدلو لطالعهم الدلو بدهم يتجنبوا مواجهة مع افراد العائلة او احد افراد العائلة وبدهم يحذروا من النيران والادوات الحادة داخل المنازل او في مكان عملهم شويهم عرضة لبعض المشاكل العائلية او مشاكل بتصير على مستوى البيت او بينهم وبين احد افراد العائلة او احد الوالدين او شيء بتعلق بالاب تحديدا اما بالنسبة لموليد برج الحوت واللي طالعهم الحوت بدهم يحذروا في امور الها علاقة بالسفر القصير ما بين داخل المدن وبرضو اثناء حديثهم لانه عصبيتهم ممكن تكون فجأة ينفجروا في الاشخاص اللي بناقشوهم او بتحاوروا معهم فسهل استفزازهم وغضبهم بدهم برضو يتجنبوا مواجهة بتكون مع اخ او جار لانه برضو هاي بتسبب لهم بعض الخلافات وبدهم ينتبهوا اذا كان عندهم امتحانات وخصوصا طلاب المدارس مش الجامعيين وبدهم ينتبهوا انه ما يتسرعوا بالاجابة وبما يعتمدوا على الحضوض وبدهم يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد قبل تأديث الامتحان وما يعتمدوا على الحضوض بتمنى انه ما يصير اي اشي سلبي من اللي احنا ذكرناه ولكن هاي تنبيهات عشان تاخدوها بعين الاعتبار والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا جزيienر